بسم الله الرحمن الرحيم ومن خير الكلام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ما نثبت به فؤادك القصص القرآني وهو ثلث القرآن الكريم يحتوي على كل تفاصيل الحياة ما من قضية من قضايا الحياة التي يعيسها البشر إلا وفي هذا القصص دروس ينبغي أتعلمها الناس في حياتهم ماذا يفعلون وماذا ينبغي ألا يفعلوا كما قال تعالى كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كل واحد كل واحد عنده مشكلة في الحياة عليه أن يعبر من مشكلته إلى هذه القصص لكي يجد الحل الكامل الناجح المثالي لمشكلته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتراه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هكذا يقول الله عز وجل في هذا القصص القرآني تفصيل كل شيء ما عليك إلا أن تكون بارعا في الاستنباط ضليعا في لغة العرب مليئا من علوم القرآن الكريم وأولياته وأدواته وسوف تجد حلا لمشاكل الحياة كلها وتفصيل كل شيء هكذا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا هو القصص القرآني نقص عليك أحسن القصص إذن إذا أردت أن تعرف كل مشاكل الكون كيف تحل بل إن سنن الله في خلقه كيف تجري فما عليك إلا أن تقرأ هذا القصص قراءة معلم أو متعلم ولهذا تجد في هذا القصص حلا وتوصيفا وتأصيلا لكل نواحيات اقتصادية أسرية سياسية قل ما تشاء ما من يقول لهذا أنت تلاحظ أن القرآن الكريم ينقو لك في القصة الواحدة إلى عدة مواقع على حسب الحالة التي يريد أن يشرحها لك في قضية اقتصادية جاء بقسم جزء من سيدنا موسى جزء من سيدنا عيسى وهكذا والذي يناحظ ويتتبع هذا القصص تتبع عالم أو باحث يجد فيه علامات ثابتة أولا إن الكون إذا فسد فسادا ينبغي أن يتدخل الله به تدخلا مباشرا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بمصرح لم يكن يخطر على بال بل كان البال يخطر على آخرين ناس وجهاء لهم سلطان لهم نفوذ وإذا برب العالمين يأتي الناس بمصرح لا يعرفه أحد ولم يكن أحد يتوقعه من كان الذي يتوقع سيدنا موسى واحد هربان وبعدين عايش فغريب واشتغل راعي ورجع إلى بلاي من يتوقع هذا من يتوقع سيدنا عيسى يا مريم لقد جيته شيئا فريا واحد ما عنده أب يتهمه أمه بالزنا من يتوقع أن هذا يصلها الكون من يتوقع محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليتيم الذي لم يجد ما يأكل تناقل من بيت جده إلى بيت عمه إلى بيت الناس كل هؤلاء الذين هذبوا الكون وعمروا الحياة وهدوا الدنيا وأصلحوا هذه الحياة إصلاحا مطلقا إلى يوم القيامة لم يكن أحد يتوقعهم هذا من سنن الله في خلقه من سنن الله في خلقه ومن سنن الله في هذا الخلق أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمهل الكافر قد يمهل الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولكنه لا يمهل الظالم القاتل إذا بلغ الظلم إلى حد القتل فإن الله عز وجل لا يمهله أبدا يقتل أبنائهم ويستحي على أن يكون قتل قتل إباده هو ما من حاكم من إلا قد يصر أن يقتلوا واحد أو اثنين أو ثلاثة في كل حكمه وربما يكون هذا من ضرورة حكمه هذا في واحد اتخذ القتل الإبادة وسير كما كان فرعون يقتل أبنائهم ويقتل يقتل يقتل يعني بالمئات والآلاف وحيان قال يذبح بل فرق بين يقتل وذبح فرق جدا جدا واضح يقتل وزيق الأرواح بأي طريقة بالعدام لا لا يقول لك بالذبح إذن هو يقتلهم ذبحا ويستحي نساؤهم ويزني بنسائهم يستحي عن يزيل حيائهم أو ينتهك حيائهم وهكذا كل التاريخ إذا وجدت واحد ظالم ثم أراد أن يصلح يمكن يمكن أن يقوم بالإصلاح ويستغفر عما مضى ويحسن ويحسن سياسته في شعبه أو أمته ما لم يكن قاتلا قتلا قتل إبادة حيانا إذن هذا لا يمكن إلا أن يزول مهما كان إصلاحيا أو ادعى الإصلاح أو حاول أنه لا فاعد لا يبد أن يزول بشر طريقة وبأشياء تافهة هذا الفرر لا يساوي شيئا أنت لاحظ رب العالمين كيف غير هؤلاء الناس واحد هو وجيش غرق موجة فأثبعهم فرعونه جنوده وعزق يائلا فأخذهم التيار حتى لا تركه الغرق قال آمنت أن هذا الإمبراطور الذي كان يقول أنا الله أخذ هو وجيشه وغرق هو وجيشه وحكومته ولم يعد له أثر ما عدا جثته فاليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك أي وكنا رأينا بسبع عالمين يبتليهم بالجراد والقمل والضفادع والدم شوية عاصفة ريح صرصر عاتية بالغرق وهكذا هذه قاعدة عامة من قواعد الكون وإن تتولوا يعني إذا أنت وصل بك إلى حد القتل انتهت أنت قد توليت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بحيث في ذلك المكان لن يأتي واحد يشبه هذا المجرم القاتل من أجل هذا بعد فرعون ما طلع فرعون قد يكون طلع في مكان آخر في مصر ما طلع في مصر من فرعون الذي كان يقتل أبنائهم ويستهل إلى هذا اليوم ما جاء واحد يستعمل فيهم قتل الإبادة ويستهلسهم ما حطل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا من نواميس الكون التي نصت عليها القصص القرآني الكريم فاليوم كما قال تعالى في سورة هود وفي سورة يوسف قال وتفصيل كل شيء قال وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق ما نثبت به فؤادك ليش؟ الأنبياء لاقوا من العذاب والتنكيل والمعاداة والمشاق من الصعب على أحد غيرهم أن يحتمل ذلك ولو أن نبيا واحدا هو الذي أصابه هذا لشعر باليأس شعر بالخوف شعر بالمعرف قالوا لا كل هذا احنا في الحقيقة احنا نفعل بك هذا لأنه هذه قاعدة عامة وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كل الرسل جرى عليهم ما جرى عليك يا محمد أهلهم قاطعوهم وحاربوهم وكان أكثر أعدائهم من أهلهم وكلهم هاجروا وأخرجوا من ذيارهم وكلهم تعرضوا لأنواع التعذيب إلى آخر كل أنبياء مشتركون تقريبا بهذا الذي قلنا وجاءك في هذه الحق أي القاعدة الثابتة التي لا تتغير الفرق من الحق والباطل أن الباطل زال بالحق لا يزول وجاءك في هذه الحق لا خرافة ولا شعوذة ولا موجرد أقاصيص وإنما شيء ثابت لا يتغير إلى يوم القيامة الحق الذي لا يتغير وموعظة وذكرى للمؤمنين مرة قال هناك عبرة وهناك العظة العبرة أنك تشوف المقابل عمل عمل جيد عليك أن تفعل مثله هذه سموها عبرة أنت عبرت إليه وفعلت مثل فعله هذه العبرة العظة المقابل عمل عمل سيء ولاق عليه عذاب شديد ومصائب وكراهية يعني يعني ما حقته ما حقت التعظ به لا يصير مثله بالعبرة يصير مثل المقابل بالعظة أضعه يصير مثله تماما إذن القصد القرآني منه ما هو عبرة تعالي شوف سيدنا موسى كيف صبار سيدنا عيسى كيف صبار جميع الأنبياء كيف جاهدوا وكافحوا وعبر إليهم وكن مثلهم مرت عليهم مواقف من الصعب على غيرهم أن يصمد أمامها وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام مرت به مواقف يعني نعجب كيف احتمل وهو إنسان وقال معنى إلا بشر مثلكم كيف هذا البشر احتمل هذه المواقف التي تشيب لهولها الولدان عجائب يعني ما كان في الغار يتصور واحد في أمته شعبه كله يحاربه وكله يعني يصيد حتى يقتله وكله يقول له أنت كذب هذا الإنسان رب العالمين يحدث له معجزة الإسراء والمعراج ويضع للسماوات ويعود ويأمر قد روح قل لقومك هؤلاء اللي يكذبونك على أنك يجيك واحد هو بالوحي يكذبوه يقول له أنا راح للسماوات تخيل حالك أنت لو رب العالمين أجبرك على أن تقول لقومك الذين يكذبونك ويعادونك ويريدون أن يقتلوك قلهم أنا اليوم ذهبت إلى السماء ورجعت ولا دال فراشي دافئا يعني في الزمن صفر في عمق الزمن وفنقا لهم حتى قسم لهم ارتدوا فتأمل كم كانت نفسيته في شدة عندما أمر بهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما راح في أحد الصور بالطريق جيش رايح إلى يقاتل جاية مكة بكل قضها وقضيضها وإذا ثلثين أو ثلثة الجيش اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم ينهزم ويخونه ويعني يتمرد عليه ويعود منهم اليهود منهم المنافقون اللي كله كان حلف واحد بنصف الطريقة وإحنا منهش دعوا ويرجعوا وبقى واحد مع مجموعة من المقاتلين طبعا المفروض كان لم يصبح صلى الله عليه وسلم يرجع لكن قال ما يرجع وفعلا راح يقاتل جتبرت بي حالات لا يفعلوها إلا نبي ومن سنن الكون أيضا أن الكون إذا فسد فسادا عظيما يعني كفساد الامبراطوريات رب العالمين يأتي بواحد ينصر الناس ما له شأن وما كان أحد يتوقع أن ينصره بإنسان بحالة بجند بسيط بمدينة صغيرة رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر الحق على الباطل الباطل إذا كان عنه باطل قوي وعظيم يا الله يعني أنت مثلا الامبراطورية الفارسية والرومانية في العصر الإسلامي الأول كانت تحكم الأرض بالسوية سقطت في معركة واحدة ونفس الجيش اللي أسقط هذا أسقط هذا بسبوعين ناح حفات عراءات لشاين رماح يسقطون امبراطوريتين في أيام واحدة في سنة واحدة رب العالمين لكي يبدس استخفافه بهذه الامبراطوريات العظيمة لأنها بدأت تقتل شعبها الآن في هذا العصر الذي نحن فيه هاتان الامبراطوريتان العظيمتان اللتان لم يخرج مثلها في التاريخ ولا يخرج لا أظن الله وعلم يطلع دولة مثل أمريكا أو مثل امتحان سوفيتي يسقطون في دولة بسيطة اسمها أفغانستان وأمريكا تسقط في مدينة بائسة مخهربة اسمها الفلوجة تسقط امبراطورية كاملة أو يطلع لهم واحد جندي ضابط رئيس دولة بسيطة يخرب قوة هائلة استهاء استهاءة رب العالمين بهذه القوة الجرارة التي تتجاوز العقل الاعتيادي يسقطها بأتفه الأسباب لكي تكون عبرة وتكون عظة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب زين هذا هو إذن هذا هو الأمر فنرجع الآن نتكلم عن بعض الدروس المستفادة من القصص القرآني وحينئذ علينا أن ننتبه بأن هذا القصص ينبغي أن ندروسه وأن نفلسفه وأن نستنبط قال وتفصيل كل شيء تريد عندك مشكلة أسرية تكلم عن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة كثيرة أن تظاهر عليه فإن الله مولاه عسى ربه وانطلق كنا إلى آخره تكلم عن سيدنا عيسى وأمه وكيف فعل به اليهود عندك مشكلة مثلا اقتصادية تكلم عندك مشكلة صحية تكلم عن سيدنا أيوب وكيف مرض إلى آخره وهكذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي للباب وقلوا في الآية الأخرى في سيدنا يوسف قال وتفصيل كل شيء وهدى وموعظة موعظة وعبرة قسم منها اتعظ بهذا لا تفعل مثله وقسم منها اعتبر بهذا ففعل مثله هكذا يعني واحد قاطع رحم ابتله الله بمرض قل له ادير بالك اتعظ بهذا لا تفعل مثله إياك أن تكون قاطع رحم واحد لأنه برب الرحم الله أعطى ثروة هائلة قال اعتبر بهذا شوف رب العالمين كيف أكرمه افعل مثله فالعبرة أن تعبر من حالك السيء إلى هذا الحال الحال الإيجابي والعضاء أن تبقى على حالك ولا تفعل مثل هذا الذي فعل وأهلكه الله فليكن لك عضاء إذن هذا هو الأمر طيب نتكلم حين عن الوضع العالمي الآن من الذي أسقط هذه الإمبراطوريات العظيمة إمبراطوريات لا فارس ولا الروم ولا العثمانية ولا أغلى شغلة أسطورية ناس وصلوا القمر هؤلاء وهؤلاء سخروا السماوات والأرض لم يحدث هذا في التاريخ إلا هذه المرة سقطوا بأتفه الأسباب لو تعرفون الشعب الأفغاني يعني تقريبا في كل ألف عشرة على الأقل عشرة بالألف يعني واحد بالمئة يقطعون رجلية ليش لأن هناك كله ثلج وما عدم حظيها حفاي فيمشي على الثلج ويقرقرين يقصوا رجلية ولابسهم ملابس أسمال ويسكنون في بيوت من الطين هذول أسقطوا سبع ثمان إمبراطوريات بالتاريخ ولكن سابقا القتاب بالذقية بالكثير المدفع الصغير هذا مع الرمضان طخ طخ طيخ الآن شيء عجب ومع هذا إمبراطوريتان الاتحاد السوفيتي والاتحاد الأمريكي اللذان وصلوا إلى حد الأسطورة يسقطون في بلد صغير مثل أبغانستان سقوطا كاملا مدويا وعلى عينك يتاجر في الفضائيات يخرجون بالليل بلد كالصومال الناس تأكل ثيابها من الجوع تخرج منه أمريكا بالليل المتسللة لما لما دخلوا تحت الأضواء شو الحكاية أمريكا واتحاد السوفيتي وصلوا إلى حد أسطوري في العلم وفي السلاح وفي القوة وبعدين حكم العالم كل الدول التي ما عداهما اتحاد أوروبي آسيا أفريقيا لابد أن تدور في فلك واحد منهما ما عاد يمكن لك أن تكون وحدك في هذا الكون إلا في فلك الاتحاد السوفيتي أو الاتحاد الأمريكي على كل حال نحن الآن نريد فقط أن نستنبط أن نستنبط من هذه القصص كيف نفهم ماذا يمكن أن يجري طيب يقول ما نثبت به فواذك كل عمل من أعمال الإصلاح على الأنبياء تحتاج إلى تضحيات وكلكم تعرفون ماذا جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم والذي جرى لكل أنبياء عجب يا سيدنا موسى لما يمسع عشر أيام بالليل لكي لا يتبعه فرعون ثم يروح لما ورد ما مدين ولا وعاديا يروح على سيدنا شعائب يشتغل عنده أجير راعي راعي هذا يشتغل راعي عشر سنوات ثم يعوث ثم تجي شغلانا وهكذا جميع الباقين إذن إذا كانوا قد فعلوا مثل هذا فلابد أن تكون أنت مثلهم ما نثبت به فؤادك على كل حال نواصل الكلام إن شاء الله بعد هذا الفاصل نعوذ كما قلنا إذن هكذا هي سنن الكون هي التي تتحكم في هذا الكون وهي سنن ثابتة لا تتغير من أول ما خلق هذا الكون وإلى يوم القيامة تضحية مع حق تنتصر مهما كانت ضعيفا وقوة مع ظلم تنهزم مهما كانت قوية مهما كانت الدولة قوية ومسلحة ومترامية ولكنها ظلمت شعبها ظلما الظلم من شيء من نفوس بس الظلم غرعت هي هذه مثل الفرعون يقتل أبنائهم وإن ما كانت واحد بلد يذبحه وإن ما كانت واحدة وإن ما كانت يخشاها هذا لم يكن معلوف حين أن هذا القوي العظيم لابد أن يزول مهما حدث قضية محسومة ومهما كان عداؤه وضعفاء فإذا أنت الآن لكي تكون عندك عبرة وعندك أيضا أيضا عظة أيضا فإنت كلما رأيت دولة قوية تقتل أبنائها وتستحي لشعف أن هذه ذاهبة بحيث لن تعود وأنك حيانا دولة تروح ترجع مرة ثانية مثلا الإمبراطورية العثمانية زالت لك أنه جاءت الآن تركيا وتركيا قوية لا 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 هذا هذا إذا قتل أبنائهم واستحي أنسهم لن يعود إلى يوم القيامة وكلما ذكر لعنه الناس هكذا هو الأمر وهذه من سلن هذا الكون طيب فرب العالمين عز وجل شي يقول وأن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وهذه عليك أن تعريف بأنها كلام جاد كلام رب العالمين فنحن أتفكر قلنا قبل قليل أن الذين أسقطوا هذه الإمبراطوريات كانوا أناس لا شيئا لهم يعني موسى فخرج منها خايف أن يترقب خرج من مذعور هذا الذي خرج من دار فرعون مذعور وهرب ومرد ما مدين وتعبان هذا يعود لك يسقط إمبراطورية كاملة من مصر وفلسطين وسوريا وكانت في غاية الغنى وفي غاية القوة وفي غاية الوجاهة ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري هذا الذي التقه ولقيت لقيت عندهم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن صور وعند التقضوا من الشارع هذا اللقيت قضى عليهم يا الله يا الله هذا من عزة الله سبحانه وتعالى ومن احتقاله للظالم إذا كان ظلمه من النوع الغير اعتياجي وأنك ظلم للحاكم لا بد أن يكون فيه جانب ولكن كيف يحكم العدل المطلق قد يفشد الناس هذا يقول لك واقعي يعني واحد قاق سميمين أني لن أقتل واحدا منكم والله لن ثاني يوم يأكلوه ونستاكل ناس من أمن العقاب أسأل عدب والحازم والقوية والحاكم يكون حازما وإذا أبو ذر لما قال صلى الله استعملني قالوا يا صلى الله بتخليني أنا والي على شيء على مدينة على دولة قالوا إنك مرء فيك ضعف ما قيمة معاوية إلى جانب أبو ذر في الصلاح وين بل ما قيمة أبو ذر معاوية إلى جانب عبد الله بيطالب صفر عالمية في المنحة الصلاح والتقوى والإسلام والواقع والعقيدة لكن هذول ما يعدمون ما يظلمون سيدنا علي قابة علي الدنيا ما قتل أحد ما يقتل رجل خلقه الله إلى آخرة قال جيب الدنيا وهو قال هذه المقولة قال له إذا أردت أن تحكم جيب واحد يفسد نفسه ويصلحهم ولا جيب واحد يصلح نفسه ويفسدهم يعني واحد ما يقتل ولا يحدس حد حرام حرام هذا لافس دو صحيح أنت رتع الجنة لك خربت لك دولة أنت جيب واحد يروح بجهنم بس يصلحهم يعني حازم قد يظلموا مؤحدين حتى يخوف الناس هو يوم القيامة الله يحاسبه لكن إذا صار القتل صار إبادة صار جريمة وهذا حدث في التاريخ نادر فرعون عرفنا هنا في هذا الزمان دولتين عربيتين عرفناهم يمكن هذا دولة حقيقة تحاسفية كان يعني يبيض إبادة خاصة للمسلمين أبادوهم في كل مكان في سبيلة وغيرها الصين أحيانا يعني تتزاوي على المسلمين لكنه هذه أمور يعني لم تصبح شائعة بحيث أنها تحدثون بها يعني اللي يتبعها يتبعها لكنه لم تكن من الفحش ومن القصف بحيث أصبح الظاهرة كونية كما هو الآن في بعض الدول العربية التي تسمعون عنها فهذا القصص القرآني يقول لك من سنن الكون أن هذا النظام سيزول ولن يعود إلى يوم القيامة مشيعا باللعنات كل ما ذكر لعنه الناس جميعا قبل أن يلعنه الله أو بعد أن لعنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هكذا هو الأمر إذن طيب في من المواقف أنه صلى الله عليه وسلم يعني تكلمك على المواقف وقد كان في قسم عبرة من العبرة أيضا أن يكون الحاكم أو القائد رابط الجيش بحيث لا يتزعزع وإلا ضاع كل شيء قم بأكملها متعلقة بشخص هذه قضية معروفة حاكم الدولة إذا كان شجاعا قويا ومرت أزمة وصمد يصمد حوله الناس إذا هو ينهار ينهار كل شيء ولهذا الحاكم القوي خير من الحاكم الضعيف بل المؤمن الفرد المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف لما تكون أنت مدير مدرسة مدير عام رئيس دائرة لذا تكون حازما هذا من أنظمة هذا الكون نحن البشر في هذا الكوك في هذا الدنيا أهل أهواء وأطماع وخلق الإنسان ما أكفره إلى آخره من خلقه وفقدره حينئذ حينئذ نقول بأن هذا الكون إذا أردت أن تكون خبيرا به فإياك فإياك أن تنسى أن تتأمل في كتاب الله عز وجل تأملا دقيقا خاصة إذا كنت مسؤولا أو تريد أن تكون مسؤولا قد تجد معاهد وقد تجد دورات وقد تجد كتب سياسية هذه كلها تتكلم هذه كلها تتكلم عن أشياء خاصة عن أشياء في دولة معينة إذا أردت أن تتكلم عن الكون وعن سننه التي لا تتغير أقرأ القصص القرآن في كتاب الله عز وجل وأذكر أننا شرحناه كل شرحنا هذا القص كلها في برنامج في تلفزيون دبي في يوم من الأيام طيب مثلا من بعض الحالات النادرة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما في بدر كل واحد لو لما يقرأ بدر بتفاصيل هذه الدقيقة يقول أي سجاعة عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في أحد صبر في أحد ما بقي غير هو واحد في المعركة بحيث ألقوه في البل كان لابس درعه ولا حيث درع مش درع مثل ما اليوم كلها أطنان حديد قذفوه في البل وما بقت معه ولا ثلاث أربعة من المسلمين أبو دجان وأم عمار وإلى آخره يعني رجل كهذا في هذا الموقف وجاءت عليه جاءت عليه كل قوى الشرك اجتمعوا على مساحب قذ هذا الغرفة التي أنا فيها يعني علق الأربعمائة خمسمائة واحد يضرب عليه بالنبال حتى هذه أم عمار رضي عنها لما أردت أن تحميها والنبال تقع في ظهرها صار ظهرها مثل قنفذ من شدة النبال ولا فقد يعني رشده ولا ارتبك وبعد أن يوجه أنت فلان منك ونت روح هناك أنده لفلاصح الفلان يا الله حينئذ هكذا هي القيادة القيادة أن تكون أنت أمامك ولهذا قال سيدنا عمر قال ما من أشجع الناس قال رسول الله والله كنا إذا حمي الوطيس لما صين معركة شديدة لذنا برسول الله وكان أقربنا إه العدو هكذا هم القادة فعلى كل رئيس دولة أن يكون هكذا إذن بهذه الشجاعة مو رئيس خرع جبان أو من يهرب حيث أن هذا لا يمكن أن يحكم ولا يمكن أن يحكم من يبلغ به الفساد والأنحطاط إلى حد أن يفتك بشعبه شعبه لن يكون لن يكون الحاكم حاكما إلا إذا كان رفيقا بأهل هؤلاء أهله من أجل هذا دائما حاكم كهذا حازم وحاكم لكن رقيق رفيق يعفو عن الناس يصلح بينهم هذا الذي وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يستمر بلكهم إلى ما شاء الله وكلكم تعرفون هذا البلد الذي نحن فيه وتسمعون منه هذه المحاضرة تعرفون عنه كل شيء بدليل في كل هذا الطوفان في العالم في العالم كله والبقية تأتي في دول أخرى غير عربية وغير إسلامية في هذا الطوفان دول سبقت هذا الاتحاد بمئات السنين الآن تريد أن تنضم إلى هذا الاتحاد هذا أثر واضح ومطمئن من هذا ما يسمونه بالربيع العربي إذن الأمة بعد أن نظفت نفسها بهذا الربيع الآن بهذا التوجه أطلقت كلمة الاتحاد الأمة تتجه إلى الصواب من حيث تفكر بالاتحاد وهنا أكثر من دولة دولة دولتين ثلاثة أربعة بدأت تريد تبدي رغبتها أن تنضم إلى هذا الاتحاد إذن مستقبل هذه الأمة مستقبل حكومات النظيفة التي لم تقتل شعبها وحاولت أن تسعد شعبها وشعبها يحبها ويلوذ بها هذه الحكومات الآن تفكر في أن تتحد قد لا يحدث هذا بعد يوم ولا شهر ولا سنة ولا سنتين قد لا يحدث وقد يحدث لكن ما دام هذه الفكرة أخذت حيزها إلى التنفيذ فأبشر بالخير من كان يصدق هذا من كان يصدق أنه الدول العربية الآن تفكر في أن تكون دولة واحدة تتحد مع اتحاد الإمارات من يكن يصدق هذا لما قامت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر و سوريا فريح الناس لكن ما دامت شهور وبالتالي كانت يعني دخل فيها من دخل ومزجقت مزقا والآن والحمد لله الأمة تقدمت ووضحت أساليبها وسبلها وبان الحق وزهق الباطل وبدأ الناس بدأ الحكامة لما سنطرقهم وليكن بعد سنة سنتين عشرة المهم أن كلمة اتحاد تطرق في الإعلام والنوايا الحسنة تقال علنا نحن نريد أن ننضم إلى اتحاد الإمارات وهذا وحده شيء عظيم كما فعل لما رب العالمين قال لو أذن في الناس يا إبراهيم قال من اسمعوني قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ قد تقول يمكن ظروف صعبة الآن القوى العالمية ما تسمح إلى آخره لكن ما دام هذا الأمر قد قيل في الإعلام ولا شك أنها نوايا صادقة ولا شك أن هذا اعتراف بأن بالعدل تقوم السماوات والأرض ما الذي جعل العالم العربي يتجه على اتحاد الإمارات للعدل الحكومة هنا شعب والشعب هنا حكومة لأنه لا تفرق بين شعب وحكومة كلهم أهل كل الموجودين على هذه الأرض مهما كانت قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم كلهم شعب واحد وجماعة واحدة على أرض واحدة إذا دخلت إلى هنا فقد انطبق عليك قوله تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا لأول مرة أنا في حياتي صار سبعين سنة أكثر من ثمانة سبعين سنة أول مرة دول عظيمة وتاريخية وكريمة وملوك يريدون يطلبون أن ينضموا إلى هذا الاتحاد وهذا وهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة الكريمة التي اختارها الله عز وجل من من الأمة قال كنت بخير أمة إذن إذن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هذا الذي قال له تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولهذا كان أحد المستشرقين كتب كتاب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لم تستطع أحد في الدنيا كلها أن يكون دولة كما كونها محمد تدخل على المسلم في المشرق اسم الكتاب الإسلام المحمد والجماعة المتحدة يقول تدخل على الواحد في المشرق والآخر في المغرب لا تنكر منهما شيء نفس العادات نفس التقاليد نفس السلام نفس الملابس نفس الصلاة هكذا هذه الأمة إذن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب جميع الأنبياء جاء وحد شعوب وحد الأمة وحد أمم ولهذا يبدو والله واعلم أن هذه الأمة الآن في طريقها إلى عهد جديد بحيث أصبح الاتحاد شيء يدور في الأذهان ويدور على الأرسل الآن ويقال علىنا في الإعلام وهذا في حد ذاته انقلاب خطير في حياة هذه الأمة المعاصرة يعني من سقوط الدولة العثمانية إلى الآن من يقول الاتحاد من يصدي أن يقول ولكن يبدو كما قلنا أكثر من مرة بأن هذا القرن وقاله غيرنا من الأظاماء التاريخ المعاصر ومن كبار الحكام في العالم قالوا أن هذا القرن الواحد والعشرين سيكون قرنا عربيا إسلاميا هذا الكلام قيل في أول أيام سقوط التحاد السوفيتي سمعته أنا بأذني من رئيس المقاومة رئيس المعارضة الروسية الذي فاز على هيلسون وكان سيكون رئيس رئيس روسيا قالوا أن القرن القادم سيكون قرنا عربيا إسلاميا كيف عرفوا أنا لا أدري لحنا كنا في ضعف شديد الآن بعد هذا الربيع الذي سميتمه ربيعا والعناوين سقطت والأمة نظفت نفسها إلى حد نسبي وهذا المدى الواسع الذي لا ندري أين يذهب وأين يصل يبدو أن له هدفا إن شاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ونحن وعدنا أن هذه الأمة تعود على هدي النبوة إلى خمسين إماما مجرد أن ينطل كلمة اتحاد علنا ويصبح متداولا ونواذق أن هؤلاء الحكام حكام الإمارات وحكام الدول التي طلبت هذا الآن يبحثون ويخططون الله أعلم ما دام القضية وصل إلى حد الإعلام والإعلان كل هذا كما قال تعالى عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينصر ما معناه ينصر العادل حتى لو كان كافرا ويخضل الظالم حتى ولو كان مسلما بالعدل تقوم السماوات إن الله يأمر بالقصط قل آمر ربي بالقصط والقصط إزالة الظلم بعدين يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل بعد القصط القصط رفع الظلم عن الناس القتل والإبادة والتعذيب يعني الشيخ لا يشهد بالعقل العالم كله العالم كله مذهول جميع العالم بكل دوله مذهول فيما يري عند العرب في بعض الدول ما هذا اللذيج حتى فرعون ما فعل هذا يعني فرعون فعل كم حال أما هذا الذي يجري الآن مخيف ولكن يبدو أن هذا الذي جرى آخر المطاف آخر المطاف دائما لكي ينظف كل شيء بحيث لن يعود بعد اليوم هذا الظلم الجريء فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى أراد وأسألوا تعالى أن يريد لهذه الأمة خيرا وأن تلم لمشعثها وتوحد كلمتها بأي طريق من طرق الاتحاد والاتحادات كما تعلمون في العالم كثيرة هناك الاتحاد السوفيتي الاتحاد الأمريكي هناك الاتحاد السويسري هناك الاتحاد الذي بين وتفصيل كل شيء كل شيء وهدى ومواظة لقوم يؤمن من أجل ذلك على كل من يقرأ القرآن كل من يقرأ القرآن عندما يقرأ في أحد القصص ينتبه لماذا هالقصة مجزأة في سورة البقرة شوي آل عمران شوي بالأحزاب شوي ليش هذا السبب أن هذا القصص تريد أن تدل القرآن الكريم على سنن الكون وتأتي القصة بالمكان المعين الذي فيه تلك السنن هكذا هو الأمر طيب من المواقف العظيمة في التاريخ كما قلنا هناك من ينصر أم واحد مجهول يعني هذا الذي رفع أمتي سبس صلاح دي لأيوبي ولكن على البال رجل مؤذن في مسجد في تكريت المختار إمام في جامع في بلغازي حتى الصحابة الكرام الكبار عمر الخطاب الذي أسقط امبراطوريته من عمر ولا شيء بجب بصير عادي جدا في الجاهلية كيسموه عمير وإذا به هذا بن الخطاب مسقط الامبراطوريات قاهر الكفري والشرك الذي كان الشيطان يخاف منه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ إياك أن تستهين بأحد هذه الأمة كلها ولادة الأمة ندخل من الذي سيتنا الأمة ولادة ولهذا ما تدري في أي لحظة يخرج من يقود هذه الأمة إلى حيث صلاحها ورفعتها ومقامها طيب على كل حال نعنكم إن شاء الله بعد الفاصل مما حصل في معركة بدر التي كانت فاصلة بين الحق والباطل معركة من أعجب وأغرب ما يكون ناس طالعين يعني 300 واحد طالعين الذين هذول أهل مكة وأبو سفيان سيطروا على كل أموالهم وبيوتهم وما خلوا لهم شي طردوهم في المدينة وذولهم جوعانين جدا سمعوا أن هناك قافلة يقود أبو سفيان من ألف صورة ألف بعير يعني ألف بعير هذا جاب كل أموال الشام ومعهم 300 300 واحد اللي هم يقودون هذه القافلة قالوا نأخذنا كمكيس خوز وكمكيس دقيق وكمكيس نأكل من ألف ومعهم ومعهم لهم سلاح لهم إلا عصايا ومعهم شهر الشيء بسيط ومعهم شهر سكيد ينكر لهم شهر العصايا ما رب مش حرب رايحين يجيبوا منها القافلة يبعطونا أو ننهب منكم كمكيس حنطة كمكيس دقيق كمكيس عيش وإذا بهم أمام جيش عرم رم قبل السفيان استطاع أن ينجو ومنهم وراعا لها لمكة فحربهم وقال محمد أوشك أن يأخذ القافلة تعالي نحارب وجاء لك حوالي ألف وثلاثمائة مقاتل بسلاحهم وعتادهم والنساء يدربون بالذفوف وجاء يمسلح يجاء يقاتلون نحن نخرجنا في نزه والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وقال لان قاتل شاهدنا وأن في قصة لطيفة في أثناء في أثناء المعركة كيف رب العالمين ينصر الأمة بشيء بسيط بواحد بسيط حتى بطفل حتى بطفل في بدر طبعا الأبو جهل كان هو القائد قائد هذا الجحفل وكان زعيمهم وإذا سقط الزعيم كما يسخط العلم سابقا ما كان أدم علم أدم راية بسيطة لما وقف النبس وعلى صلى الله عليه وسلم يعني خلى كل واحد في موقع بعدما خلاص قرروا القتال والنبس وعلى صلى الله عليه وسلم دعا والنصابوه والعليش وجالس فيه وحط كل واحد في مكانه عبد الرحماء بن عوف عبد الرحماء بن عوف بن عوف تعرفونه مقاتل عظيم وكل مقاتل في المعركة يتلفت يمين ويصار شوف من اللي جنبه إذا كان جنبه دبابة صاروخ أو رجال أشداء يطمن إذا شوف ما في أحد شوية تم ورشياش في الحالة يعني يخاف فعبد الرحماء بن عوف شوف أمامه وعليمين طفل وعليه صارو طفل 12 سنة و13 سنة فشعر بالألقاء هذا الانسان كشف وذوله ألف وكسور آلاف فجاء علي أحد الطفلين قل له يا عماه أين أبو جهل من هو أبو جهل قل له ماذا تفعل به قل له شاور قل له والله يا عم لقد أخسمت يمين أنني إذا رأيته سأقتله قل له شوف هذا راح مشي وقعد جلس من الموقع جاء الثاني تمشي هذا اسمه معاذ بن عفراء وذاك اسمه معاذ ابن عمر ابن الجموح وذاك هم اسم كله كله هم اسمه معاذ سبحان الله جاء الله قل له عمه أماه أين أبو جهل قال شو سوى فيه قال ولو أخسمت يمين أتحدث لم يكن أحد يعرف الثاني قال ولو أنا أقسمت أن يقتله فأمتسم قال شباب متحمس 12 سنة 13 سنة 14 سنة قال له هذاك عرفه وفعلا عندما تبدأ المعركة ينقضان عليه على هذا الطاغي الذي كان يقدر بحوالي 50 رجلا انقضوا عليه كالصعيق وضربوه وضربه سيف واحد وبعدين شو هذا الناس وقفوا ما الذي جرى وفعلا انطلح هذا المجرم واشتح في دمه وبعدين جاء عليه عبدالله عمر بن عمر جاء عليه عبدالله بن عمر فقال له يا باب أنت صعد عليه قال له لقد ارتقيت مرتقل صعبا قال له عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود كان ضعيف ضعيف جدا وصغير وإلى آخره وقع على صدره وهذا يعني دمه ينزف فقال له قد ارتقيت مرتقا صعبا قال له هذا هو الآن هذا 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 مصيرك وحينئذ صعب أنه حوار فمات هذا الرجل وسيدنا سيدنا يعني عبدالله بن مسعود قصة حزر هو ودع أن صلى الله عليه قد ختل أبو جهل قال له الله يعني بالله هذا حصل قال له حصل فإن صلى الله عليه كبر فتأمل هذه المعركة الخيالية اللي فيها صناديد المسلمين ولم أنهم جاءوا مش مستعدين لكن خلاص أمام الموت وهم رفضوا أن يرجعوا وأنهم طلب منهم أن يرجعوا قال ما نرجع طفلان يحسبان المعركة هذا يحدث لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب هذا يحدث في كل التاريخ الإنساني جندي ناب ضابط شاب وعن مستطرق يفعل يهديه رب العالمين إلى أن يقوم بعمل ينهي المعركة هذا من صنع الله عز وجل وآتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون لا يمكن أن يحدث هذا لكنه حدث يعني أنت تسقط 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 امبراطوريتين فارس الروم سنة واحدة وانتوا راحين حفاي ماشين راحين يعني يرموك راحوا القادسية بالعراق أسقط وفارس انتهى كسراء والدولة انتهت وحكمها المسلمون نفس الجيش يروح ماشي إلى الأنبار وبعدين إلى هيت بعدين إلى كذا إلى كذا إلى كذا ويدخل في معركة مع الروم وتسقط الدولة دولتين في شهر في الشهور يسقطوها الناس يمشون مشعد رجليهم حتى يقول سير يقول هذا لا يمكن أن يحدث ولكنه حدث ولا أدري كيف فرب العالمين لقد كان في قصصهم عبرة وقد كان في قصصهم عبرة ولابد أن نعرف بأن هذا الكون ربا وهذا الرب العظيم لا يكره شيئا كراهيته للظلم ولهذا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لدخل الفقير جوعان مريض لا تشكو لا تشكو أنه الأكراب إلا من ظلم المظلوم فقط فليرفع رأسه عليه أن يجهر بالصوت وعليك أن تسعى لكي تأخذ حقك لأن المريض ينام والمدين ينام والمشغول ينام المظلوم لا ينام لا ينام ولهذا رب العالمين عز وجل إذا رأيت أنت من الآن إذا رأيت أن حاكما يظلم شعبه ظلما غير اعتيادي حتى ضجت الدنيا كلها منه مهما طال عمره سيموت ميتة خسيسة بحيث لا يذكره أحد إلا يبصق عليه وبذلك يكون قد خسر الدنيا والآخرة إن قتل نفس واحدة تبعد صاحبها من الجنة وتقربه من النار ألف مليون كيلومتر فما بالك بمن يقتل باليوم أربعمية وخمسمية وإلى آخره هيدا علينا أن نعلم أن مخر الله قريب وعلى الضعفاء أن لا يخافوا وعليهم أن لا يراهنوا على جيوش إن شاء الله سوف يحد المشكلة واحد من البسطاء ممن يختاره الله اختيارا كما فعل في كل التاريخ ولذلك إن لهذا الكون ربا وعلى المظلوم أن ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى في أي لحظة وأن الله حن على عباده من آبائهم وأمهاتهم وأن الله عز وجل لا يرضى بهذا الذي أسهر الناس كلهم العالم كله لا ينام على هذا الذي يجي لشعب من الشعوب بهذه القسوة والإعدامات والحرق وخرق العيون وهدم المباني لأول مرة في التاريخ واحد يهدم شعبه ومدينة كاملة أو حي كامل هدما كاملا مرتين في أربعين عاما مرتين يبيد شعبه مرتين في أربعين عاما هذا لأول مرة والأمة عليها أن تتصرف وكل من لا يقول شيئا في هذا اليوم سيحاسب حسابا يسيرا منعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله إياك وأن تضحك عليك حزبك أو طائفتك أو فئتك إياك هناك موت لا يعرف يعرف أنه يحاسب مسلمين فقط لا يعرف لا بالطوائف ولا بالفئات ولا بالأحزاب أنت مسلم ولك نبي اسمه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام وأنذل إليك كتاب الكتاب الله وثلث رسوله إياك نضحك عليك روزخون أو واحد مش عارف رجل دين أو صاحب حزيب أو مطبع دنيا وإياك الدنيا أقصر مما تتصور نوح الذي عاش ألف سنة يقول والله رأيتها كأنها بيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وكل من يسمعني سيدرك هذا عندما يمتد به زمنه إذا عهد الستين والسبعين يقول كأنها سنة واحدة كيف خلصت هذه السبعين سنة لا تساوي كل هذا العناء لا تساوي أن تخل والشقي من باع دينه بدنيا غيره وقعد خليه هو يقتل إذا هو رئيس دولة أو ملك أو ما شاكل لذلك ولا الملوك ما يفعلوها هاي لا إذن انت بالحالة خليه هو يقتل سوح على جهنم علشان خاضره شمعطيك كم فلس ديادة يا حظي ولكن هذا مكر الله عز وجل هذا مكر الله لابد أن تمتلئ الجنة والنار يوم نقول للجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد يا الله منعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة فكيف إذا قتله شر قتله قتلهم بكل أنواع الأسلحة والصواريخ والسموم والتعذيب الذي تخشعر منه الأبدان والله هذا لا يحدث في أمة من الغجر ولا في أمة من المشركين ولا في أمة من الوثنيين ما حدث هذا حتى فرعون ما كان يذبحهم لما يولدوا بطفلة يأخذوا يذبحوه أما هذا الذي يجري في هذا البلد هذا لم يحدث إلا لأول مرة في تاريخ البشرية كلها وعار على هذه الأمة أن يجري فيها مثل هذا حتى سوف يؤرخ أنه في الأمة العربية دولة فعلت بشعبها هذا الذي تفعله اليوم والناس ساكتون على كل حال إذا سكت الناس فإن الله ليس غافلا وسوف ترون مكر الله عز وجل وسوف يكون هذا عظة عظة لكل ظالم إن شاء الله وقد انتهى عصر الظلم بإذن الله انتهى عصر الظلم ولو أن الثمن باهض ونسأله تعالى لكل شهداء هذه الأمة الجنة ونسأله تعالى أن يرينا في هؤلاء الذين أذلوا شعوبهم يوما يا رحم الراحمين ونجمعنا وإياكم السامعين في جنة الخلد وأن يرينا هؤلاء الناس وفي جهنم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته